يعتزم هذا المزارع ترك أرضه والنزوح إلى مدينة الموصل بعدما تضررها بسبب التصحر ونقص المياه في منطقته والخسائر الفادحة التي يتعرض لها في كل عام الأراضي مالتنا ظلت قاحلة وليوم سنتين ثلاثة احنا ما اشتغلنا ولا اشتغلنا منها كل شيء فهنا يناسا اضطرنا راح نبيع بيوتنا أو نتركها ونروح نرحل للبلد نروح ندور إيجارات وروح نشتغل عمال المياه بعدت علينا يعني قبل شان عدنا موية من هنا يجينا يعني شيء قريب علينا وشانه كنا مستبادي من النو شحة المياه جفت هاي الأنهر جفت يعني ظل نهر دجلة استعترك كلش بسيط ظل نقص الإرادات المائية وانخفاض منسوب نهر دجلة بشكل كبير ظاهرتهم فرضت مخاطرها بعد تصنيف العراق في المرتبة الخامسة عالميا بالتأثر المناخي وانعكسات على أرض الواقع بعد الجفاف الحاصل واتساع رقعة التصحر على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية نقص المياه يؤثر على الزراعة ويؤثر أيضا على التصحر وممكن يؤدي إلى سبب الجفاف وبالتالي راح يكون عندنا نحن خطر كبير وجسيمي اللي هو يهدد الأمن الغذائي نتيجة نقص المياه وبالتالي أيضا يهدد الأمن القومي سيحصل مثلا إما بعض القرى نزوح أو سير مشاكل اجتماعية نتيجة الاختلاف بهوية الريف وهوية المدينة كل هذه الأمور طبعا سببها تكون نقص المياه وبالتالي العراق يعني في وضع حذج من ناحية نقص المياه دائرة الماء في محافظة نينوات حدثت عن معاناة أخرى بتوقف مشاريع المياه في مدينة الموصل وتأثيرها بانخفاض منسوب نهر دجلة إلى مستويات دون وصولها إلى مضخات التصفية نعاني من انخفاض مناصيب نهر دجلة وذلك بسبب الشحة المطارية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وكذلك انخفاض نسبة الواردات من بلد المنبع وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة للحفاظ على هذه النعمة ومن خلال عدة من خطوات الخطوة الأولى تقوم بها مديرة الماء من خلال توفير المضخات العائمة بإضافة إلى الغواطس النهرية وزيادة هيكل السحب أطوالها لضمان وصول الماء إلى هذه المشاريع يمر عمود نهر دجلة في محافظة نينوة بأول محطاته في الأراضي العراقية ومنسوب المياه المخفضة إلى أدنى مستوياته رغم الاستعانة بالخزين الستراتيجي في سد الموصل إلا أن الضرر يتفاقم مع انحداره إلى محافظات الوسط والجنوب والتي تتعرض لجفاف بسبب نقص الواردات المائية أنس الشرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية